استعرض مركز إكسبو الشارقة خططه الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز زخم قطاع المعارض في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة وذلك بهدف تنشيط الحركة الاستثمارية والترموية في المنطقة حيث سيشهد مركز إكسبو خرفكان للمرة الأولى تنظيم معرض جواهر الإمارات وذلك في ديسمبر 2022 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أخيرا في مركز إكسبو خرفكان وذلك ضمن الزيارة التفقدية التي أجراها سعادة سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وأشهد الاجتماع الذي حضره خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خرفكان مناقشة الإجراءات التطويرية التي من شأنها الارتقاء بأداء قطاع المعارض في المنطقة الشرقية إلى جانب استعراض أهم الإنجازات التي حققها مركز إكسبو خرفكان وخطط عمله للفترة القادمة وأبرز المعارض التي اعتزم تنظيمها خلال عام 2023 وأتفقد سعادة المدفع مبنى مركز إكسبو خرفكان واطلع على جانب من خطط التطوير في بعض أقسام ومرافق المركز اليوم طبعاً نحن هدفنا من الزيارة هذه مقابلة الموظفين مراجعة ما حققوه من إنتاجية في المعارض في هذه الفترة من العام ومراجعة أيضاً المعارض الجديدة التي ستقام في عام 2022 وما تبقى منها وأيضاً استشراف المستقبل والنظر للمعارض الجديدة التي ستكون في المنطقة الشرقية في عام 2023 طبعاً إكسبو خرفكان اليوم صار لأكثر من عشر سنوات في العمل وأيضاً ما شاء الله ينظم معارض تقريباً معارض كل شهر ونحن نأمل إن شاء الله أن ننظم معارض جديد والهو معارض جواهر الإمارات الذي ينظم في فترة الجائحة في مركز إكسبو الشارقة سيكون معارض مصغر ونسخة مصغرة للمنطقة الشرقية معارض جواهر الإمارات في ديسمبر إن شاء الله طبعاً ناقشت عدة مواضيع منها المعارض إن شاء الله الذي ستقام في 2020 نحن في مركز إكسبو نرحب جميع الأخوان لتنظيم المعارض في منطقة الشرقية